اشتركوا في القناة من طعام الطعام ما خلقته أنت فالحصان من خلق الله حتى الطعام الذي تعطيه من خلق الله حتى الماء الذي تعطيه إياه حينما يضمأ من خلق الله ومع ذلك يخدمك كرب الله خدمة يصل إلى درجة يضحي بنفسه من أجلك فلماذا تكون كانوت للحق الذي خلقك وسخر لك الخيل وجعل كل المخلوقات تخدمك عبدي سخرت لك كل شيء خلقت لك كل شيء وخلقتك لي بهيم عجماء تفهم أكثر من هذا الإنسان إن الإنسان لربه لكانوت تكلمنا على كانوت الحلقة الماضية ما هو معنى كانوت يسموه؟ أسموه؟ ما معنى كانوت؟ زيد؟ قلنا الجحود يعني تكلمنا عن جحود كانوت يسموه؟ المنقطع المنقطع عن الله تعالى المستفقل المستفقل صلته بالله أي يستصعب العودة إلى الله والاعتراف لله بنعمه وشكر الله على يستصعب يستفقل انفقوا طوعا أو كرها ليتقبل منكم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يستفقلون نزيدوا للآية الأخوة إن شاء الله تعالى عرفنا الآن إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لا شهيد خليها خليها وإنه لحب الخير لشديد فقد أقسم الله تعالى بالعاديات الموريات المغيرات بأمرين اثنين إن الإنسان لربه لكنود وإنه في المقابل لحب الخير لشهيد وجد فستهم فستهم إنه على ذلك خلي إنه على ذلك لشهيد نشوفوا غيرها الصفة التي يجوبر على الإنسان من جهة المولى يستصعب العودة إليه لا يذكر نعمه لا يشكر الله على النعم يكثر من الشكوى إذا أصيب بالمصيبة أما إذا أغرقه الله في النعم فلا يلتفت إليها يربح مئة ألف صفقة ولا يذكر أنه لبح فإذا خسر في صفقة يجعلها في الآفاق أخسرت أنا أنا أخسرت بعد القيص سيدنا أيوب لما نام على فراش المرض إشحال سبعة عشر عاما جاء من يقول له سل الله أن يرفع عنك هذا البلاء فقال أيها الناس أتدرون كم عمري شحال عمر دي مثل سبعين سنة أتدرون كم أنا منعم بنعمة الصحة شحال من ليه زد خلوني بعد سبعين عامنا مرض منين تكون هذي قد هذي أعاد نقول يا عرب ما لي أنا كذا كانود الله 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 هو لي يمتعه قصح وكي الغول ويأكل في الليل وفي النهار واحد النهار رأسه وجعه ما لك ألا تنظر إلى نعم الله التي أغرقتك طوال الأيام كل ذلك لم تذكره لأحد بل كانود جحود كفور وإذا أصابك من لأوة أو بعض المصيبات البسيطات الخفيفات إذا بالإنسان يجزع إن الإنسان خلق هلوع إذا مستوى الشر زيد جزعه واش غيرنا واش غيرنا وإذا زيد مستوى الخير زيد أنا عياذ بالله منوع ما تشوف من نواله إذن هذي افتجاس دربي وإنه ها إنه لربه الذي أغدق عليه بنعمه بالليل والنهار ولو توقفت نعمة واحدة كنعمة الأكسجين لمات لمات نعمة واحدة فهو كانود الجرخرة وإنه لحب الخير لشديد آه الجرخرة وإنه لحب الخير التعلق بالشيء آه يمكن أن تتعلق بالشيء وإنت لا تحبه لأنك ترى فيه مصلحة لكن حب الحب واسمه هو زيد هو تغلغل في القلب الذي ينظر الله إليه ويريد الله منك قلبك فقلبك لا ينبغي أن تخليه من الله فإن أخليت القلب من حب الله وأحببت غير الله تحولت عبادتك لله التي هي في الأصل واسمه مطلق الحب مع مطلق التعظيم مع مطلق الخضوع فلما أحللت شيئا في قلبك فأحببته واستولى على قلبك أي استولى على العضو الذي لا ينبغي لعبد يعرف حق الله أن يخليه من غير الله فإن أبحت قلبك للأشياء للخير للمال صرت عبدا للمال تتحرك من أجل المال تحب من أجل المال تكره من أجل المال تقتل من أجل المال تقتل كل المسلمين من أجل المال تطع بأقدامك على الضعاف من أجل المال قلبك ليس فيه رحمة تريد أن تكون إلها لأنك تعبد المال والمال صم آلة صماء لا شعور فيها فمن امتلى قلبه بحب المال فقد الإحساس والشعور سار قلبه ماكينة والماكينة أبدا تعمل بالزر ليس فيها شعور لا إله إلا الله لحبي كان هذا الحب أولى أن يكون لمن أنعم عليك سخر لك الخيل الخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون وصخر لكم زين الفلكة في البحر وسخر لكم الليل والأنهار المهم سخر لكم ما في السماوات وما في جميعا منه جميعا منه منه وراء ما كي حتى شي حاجة من نعمة إلا منه وما بكم من نعمة فمن الله فبدل عن تحب من أنعم عليك وطبيعة الإنسان وفطر تقتضي أن النفوس تحب من أحسن إليها جبلت على محبة من أحسن إليها كل هذا الإحسان وأنت لا ترى وذهبت لكي تحب واسمه شيء انسخره الله لك شيء انسخره الله لك لكي تحب من سخر لك لهذا أنت يا نسيت فكنت في اتجاه الخالق وقطعت صلتك بمن يصرك بالخير خيري إليك نزل شرك إلي صاعد أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إليه بالمعاصر أنا أتحبب إليك بالنعم قال لنبي أحب الله لما يغذوكم به من النعم أحب الله لما يغذوكم ركي يعطيكم ما ركي يعطيكم ركي يعطيكم وإنه لحب فقلبك لا تبح إلا لمن أنعم عليك فلا تكن متموس البصيرة إياك إياك فإن استول الشيء على من يغار الله على الاستلاع عليه منك فالله يغار أن تبيح أعظم ما أكرمك الله به هو القلب أن تبيحه لأكل شيء أكرمك الله به لماذا تهين نفسك؟ أكرم ما عندك هو القلب قلبك الله لا ينظر إلى صوركم لا إلى وجوهكم ولكن ننظر إلى قلوبكم ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله فالقلب هو أمير الجوارح فإن امتلأ القلب بالله صرت على الجوارح طاعة الله تعالى بيسر وسماحة وسهولة وإذا امتلأ قلب العبد بحب الخير كما سنرى سيصير عبداً لمن ملك قلبه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله إذا استحوذ الشيطان على القلب قطع صلتك عن الله فصار كنوداً من الذي قطع صلتك بالله الذي استعمر قلبك لأن صلتنا بالله تتم عبر جارحة القلب القلب هو الذي يتصل بالله اتصالنا بالله ليس هناك طريق نتصل بالله هكذا طريق لا سلكي ولا طريق إن شاء الله تبارك وتعالى معبد ولا لا عن طريق القلب كم قال سيدنا أبو بكر عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي قالوا كيف قالوا سيدنا علي أتؤمنوا الله موجود قالوا ما تغاب الله حتى تسألني واش موجود إلى ما قالوا كيف عرفته قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي قالوا أرأيته قال كيف أؤمن بمن لا أرى طبعاً رأيته ثم التفتقال وتظن أني رأيته بعين بصري رأيته بنور بصيرتي قلبي قلبي ما عرفوا صد ربي بالجنب بالفؤاد فالله يا غار الذي ينعم عليك ويكرمك حتى تحبه زيد وأنت لا تلتفت إليك نود ولا تنسب النعمة له ثم تترك قلبك هكذا بدون حراسة فيدخل إليها زيد الشيء الذي خلقه الله لك وأنت قلبت الأمر كله فأبحت للقلب شيئاً خلقه الله لخدمتك فأعطيته القلب ليحكمك فصرت عبداً لشيء خلقه الله لك كنود فهمتوا لي ولي ما ركوش تفعل وش فهمتوا لي ولي غيرين هذا فهمتوا لي ولي ما ركوش تفعل صد ربي خلق لك النعاية من خدمك تكون في يدك لتطيع بها الله ولتعرف بها الله لكن واسود أهل الكنود لم يلاحظ أنعم الله المنهمرة عليه ولم يتحقق مراد الله من تصخير النعم لك بحبه لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن عليها فلم تعرف نعمه ولم تقر بها ولم تشكر الله عليها ولم يحدث أن أحب العبد المنعم للتهاطل نعمه عليه واسم دار هو هو بشأن نعمة فنسي المنعم وبدل أن يجعله في يده لكي تخدمه أحلها محل قلبه وأي شيء يحل محل القلب فقد أخذ ملك الجواره فيصير الذي أحللته القلب هو الذي يتحكم في القلب وإذا تحكم في القلب من أي جهة صارت الجوار عبدا للقلب أي عبدا لمن يتحكم في القلب وفي هذه الحالة يتحكم الشيء فيك قال ملك بن نبي في كتابه هناك إن شاء الله تبارك وتعالى المجتمعات شكرا مجتمعات مجتمعات تسود فيها شكرا تمجدوا اسمه تمجدوا الشيء تمجدوا الشيء ومجتمعات تمجدوا اسمه الشخص ومجتمعات تمجدوا شكول الفكرة المجتمعات التي تمجدوا الشيء شكول هي شكول هي التي تمجدوا الشيء التي استولت على قلوبها زيد حب الدنيا الماديات يعبد الدنيا الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكلوا النعام والنار مثولهم طافي ما لا يذيب لهم قلوب لا يفقهون بها لهم أعين لا يبصرون بها أولئك كلن عم بلهم أضل أولئك هم الغافلون والثاني شكول تمجدوا الشخص الدكتاتوريات تمجدوا شكول شخص النمروط جاء إليه إبراهيم فقال الله ياتي بالشمس من الشرق فأتي بيمن الله فأبهيت الذي كفر فأبهيت الله فعبد الناس النمروط وعبدوا فرعون وقال أنا ربكم العلى وصارت كل الأمة تختزل في شخص الرئيس ما أريكم إلا ما أرى الأمة كلها ما تفكر ما قاله وإنه لحبي لعن الخير ما هو الخير ما هو الخير واحد قال المال ما دالينك في أن الخير هو المال لأن الله يقول زيد وتحبون المال حبا جمع إذن الحب الخير لا شديد ما ما لا شديد حب كبير جدا 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 حب حب كبير يمكن الإنسان ينضحي بنفسه من أجل المال سيدر يروحوا في البحر وعرب اللي ذيك الزوذيك واش يوصله لما يوصلش وما عارف شوش يخدم لما يخدمش ومع ذلك نعم سيدي يمشي وضحي بنفسه من أجل الفلوس يقول لك أخواني الخبزة عندما عند الخبزة والفجر ليه ركعت الفجر خير من الدنيا ما فيها لا معاليش كانود يستفق كانود وقال له ركعت الفجر وربي قال له ركعت الفجر بالدنيا كابلة قال له ركعت الفجر هذيك ركعت انتعدنا فيها خير من الدنيا وما فيها هذ الدنيا كاملة من إخي القالة غيرال التالي ركعت انت على الفجر خير منها كلها فلماذا أنت هنا زيد مشدود وهنا تانود انت عربي تانود وهنا مشدود ما معنى مشدود كان هناك من يشدك ويجذبك بقوة لأن للمال والخير بريق تسيل له لعاب الناس كي بقى يسمع يقول اخي ضربها تذبح تذبح اشينا في جديدة تذبح اخي ضربها تذبح وكي يسمع لدك الترقويش انت الفلوس من يضربها ويقول اه اسمع 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 يعجبني هذا الصوت قال كي بلس الموسيقان تعول في لسر ويبقوا يضربوا بعضهم بعض يقول اشوفوا احباب يشوفوا كانود السيدة ربي والماء والخير زيد لا شاديد يالله واسمع هو الخير قلتوا المال واش قلتوا المال ولا لا هل الخير هو المال كل المفسرين اجمعوا تقريبا على ان الخير هو المال يقول اش الخير هو المال ولا قال اش اللي راجبوا السير قاقلوا الخير المال كتب عليكم زيد في القرآن فخصي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموتين ترك خير انترك خير المال يعني انترك خير المال خير اذا 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 المال جزء من الخير وليس الخير كله لو كان القضية قضية مال قال وانه لحب المال لشديد لان الله في ذلك الاية قال تكلى بل تحبون المال حب الجمع انا قال انه لحب الخير لشديد المال هو جزء من الخير فكل مال هو خير اه اصحوا معايا انا قلت واحد الكلام وسكتوا هل كل مال يعتبر خير قول المال الذي تأتي به من مصدر حرام دي المخدرات هو خير هذا هو خير وش خير ومش خير وعليش اطلق الله وعليش اطلق عليه انه خير لان الانسان بانطماس بصيرته يرى المال من اي مصدر يأتي هو لانه يستطيع ان يحلق به في السماء ويمخو ربيع باب البعر ويحول الحق لباطل وباطل للاحق اكذاك يجبوا اكذاك المال لانه هو خير المال خير سواء جاء من حلها ومن حرامه علاش لانتماص بصيرة الانسان الكنود المنقطع عن الله المنقطع عن الله هتغادي بقى يدور على الاسم بصدر تعال ما الحلال ولا حرام ايه جيب لي ايه جيب لي ايه جيب لي جيب لي يا ابا انا قي اعطيني بغاية اللا اللا اجعلها قي اعطيني او الدره بش ديالك اعطيني فهو يرى فيه الخير علاش لانه يقضي به كل ما يريده وكل ما تمليه علي نفسه الامارة وشيطانه القارن به اذن اسمع اخويا عندك شي دليل بان المال حلال وحرام اطلق عليه الله وتعالى الخير طبعا لان الله تعالى اطلق على الجهاد اللي هو القتال القتال اللي هو في سبيل الله اطلق عليه واسمه سوء سوء انقلبوا بفضل من الله ولم يمسسهم سوء اي بعد انهزامهم في احد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم نفس المجاهدين بقيادة رسول الله الى حمراء الاسد يتبعون المشركين حتى لا يعودوا اه فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء اي قتال في حين انه قتال في سبيل الله في حين انه قتال في سبيل الله لماذا سمه السوء وقال في الاية الخرنة تعسى سورة البقرة كيقول سيد الرب سبحانه عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ها تحبوا شيئا وهو شره وتكرهوا شيئا لن تكرهوا النفوس فالنفو الجملت على محبة المال من اي اصل جعل اذا انتمصت بصيرته نا كده يشوف نعود للسؤال يا ناس هل المال خير اي نعم هو خير احلال وحرام احلال الله خير بعيد احلال وحرام راح خير بالنسبة لهذا الانسان المطموس البصيرة الكنود الذي يعتبر ان هذا المال سواء الجامل الحياة والحرام يقضي به يحواجه ويتكبر وكذا 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 ويحققه ذاته كما يريد يريد ان يتربب يريد ان يتغى كما سمع الان الخير هو غير المال قل سيدر بسولتكم منكم امته يدعون الى الخير هنا الخير هو المال واسمونا الخير يدعونا الى الخير واشرنا هنا معناه يدعونا الى المال وردت كلمة الخير 76 مرة في كتاب الله ستة منها هي التي تشير الى انه المال وكل 70 مرة التي ذكر فيها الخير لا تشير الى المال اطلاقا ولذلك الاغلب الاغلب انت سبعين الى ستة عشر مرات 11 مرة 11 مرة ضعف ضعف ما ذكر المال وهو يطلق عليه الخير سبعة اضعار سبعة اضعار ولذلك الخير واسموه ان شاء الله تباركه وينه لحب الخير هل الانسان يحب بفترة المال فقط ماذا يحب ان شاء الله تباركه زيد اخوة يحب الكرسي يحب السلطة يحب مدح الناس يحب واسموه يحب ان استقبال الابطال يحب ان تفرش له السجاد الاحمر يحب ان يجلس على الارائك يحب ان ينام على احسن احسن يحب المرأة الجميلة يحب النساء زوينا اللي يسحب الشهوات من النساء والبنين والقناطق المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث يحب الزروع كان اللي منين يشوف البقرة ما ينخلوش العقل منين يشوف العجل الصغير يتبوهن حبيبي حبيبي عايش في البادية يحب بزا في الغنم عندي واحد السيدنا عارفو كان في البادية كان يدي للغنم قالوا ما انا احلى واسعد وقت اقضيه في الحياة منين نشوف ذوك الوليدات نتعلم نعاش الصغيرين يبقوا ويلعبوه معهم مواتهم انا نكون في السعدي ايامي اعطيني الدنيا كاملة ما تجيش بحال ذوك الوقيت اللي كان نشوف هذو كل هذو كل كي يقول خير فين الصغير عندما اربع ايام وخمس ايام وخارجي يدينه ايامي كلّي يحب العود ديالو ومنين يشوف العود ديالو مايبقونوش العقل صافي ولذلك إن شاء الله تباركه وتعالى سيد ربك يقول لك إياك أن تترك قلبك نهبا لغيري فمسكني في الأرض قلب عبد المؤمن فإن ملأت أكرم ما أكرمتك به القلب فأسكنته وأبحته لغيري فأعلم أنك عبد لذلك الذي أسكنته فإذا سكن في قلبك أحببته حبا جما فانتمست بصيرتك فصرت تستاثقل في علاقتك مع الله إلى درجة أن تصير كنودا مع الله وتصير في الاتجاه الأخير مشدودا لمن أحللته قلبك وسيطر عليك فلا تصبر عليك تعيش لا تحب من أجله مشدود مشدود ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذا حبهم غيرك وحب الله يعني عندهم قلبهم مش شرك في الحب يحبوا الله ويحبوا الناداد وهو شرك والذين أمنوا أشد حبا لله المؤمن الصفة تعالى واحدة التي تميزه على غير المؤمن أن حبه لله غالب على حب الآخرين إذا اصطدم حب الله مع حب الآخرين رجح حب الله فإن رجح حب الآخرين حين يصطدم حب الله فعلم أن هذا خرج بالإيمان قل إن كان آبائكم وأبنائكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم هذا البشر وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد والعاديات وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فسوك فسوك خرج عن الطاعة إذا أحببت هؤلاء أكثر من حبك لله انتظر انتظر نسيت من خلقك من هداك من جعل حياتك تستمر من سخر لك كل النعم التي جعلتها أربابا تحبها أكثر من حبك لله انتظر هذا فسوك خروج عن الطريق المستقيم خروج عن طبيعة العبد كما فطره الله فطرة الله التي فطر النساء عليها لا تبديل لخلق الله لوثت فطرتك لوث إذن واسمه هو الخير واسمه هو الخير واسمه هو الخير واسمه هو الخير كله زيد ما يحبه الإنسان من مصالحه زيد ها ها كل ما يشتهيه المصالح دياله قاعد لي يشوف فيها مصلحته يبغيها أيو طافوقك إلا كانت مصلحته ماشي معك إلا كانت مصلحته تصطدم باشي بإيقاع الضرر عليك والله والله ما يعقل عليك والله غير يقطع عليك ويمشي يديرك المصلحة يدوسك لك والرب دياله والمال والسلطة والغرور والاستكبار لا يراعي في مخلوق إلا ولذيما وخاصة زيد من يملك منهاجني وضاد منهاج العلمانية زيد الإلحاد الكفر ولذلك يجتمعنا كلهم فقط على أمة وحدة غير أمة هي أمة الإيمان هي أمة الإيمان وإنه لحب الخير لشديد لحب الخير لشديد قال بعض العلماء في شديد لحب الخير لشديد لاش قالوا شديد اسمه قالوا اسمه قالوا هو حب زيد حب كبير جدا وقالوا بعضهم اسمه هو حب كبير يؤدي شرحها بالعفر يؤدي واش مو إلى أنه زيد يبخل به إذا ملكه يجمعه ليستعلي به ويطغى به كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى حينما يستغني بالمال شوفوا كيش ناس مساكين فعيل من نفس هذا الشيء كيش ناس يحسوا بنقص النقص بس مو هذا النقص بحال ما قاريش مزيان كيشوف الإنسان قاري وكذا يحسدو يقولوني ما قاريش وما نقدرش نقرأ هو باش قرر يصبره وراه تعب الليالي ورب يكرمه شحال ما بغيت العلم يعطيه لك الله شحال ما بغيت القرآن يعطيه لك الله تعالى وأنا ما نقدرش باش يحس بشو جاني هو القلب دياله ما فيش لي باش غد يحس يحسدو حس دائما يعدون إذن من غد يتلقى معه كي غد يتلقى معه سيستشعروا أنه ناقص هذا كعنده علم عنده هو ما عنده واشي إذن واس بخصو يدير يقولو هذا في مركب نقص يريدي واس ما هو أن يعوض النقص اللي فيه مركب تعلق واس بو يدير يمشي يخون يمشي يسرق يمشي يبيع المخديرات باش يقول لي مرفه باش توه ذاك النقص باش يعوضه الفلوس وقبل حراب سيارة كبيرة جابها بيقولوا يدير قهوة وه القهوة ما كايناش مجدا يقول له قاوت كذا واس مرات السربي ويدير كده ويدير كده ويدير كده لأننا خصو يعوض النقص خصو يعوض النقص ما خصوش بقى نقص وذلك هذا اللي يكون ناقص شكوه النقص في باري كل شي اللي يقلبه ما فيش الله نقص عقلوا على القاعدة كل شي اللي ما سكنش الله في قلبه وعامل على أن يترك قلبه ويخليه إلا لله فبقدر ميل قلبك عن الله قيد مؤموله بقدر ما مكنت غير الله من قلبك هذاك الذي مكنت به غير الله في قلبك هذاك نقص ستستشعر به في موقف من المواقف لابد لابد أن يكون له ذلة لابد أن تصيبك منه ذلة في الحياة الدنيا مع من؟ مع مخلوق مثلك إلا من ملأ قلبه بالله لا يذل أبداً أمام الخلق من امتلأ قلبه بالله لا يمكن أن يطمع فيه أحد في أن يذل لغير الله 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 إذن فترك قلبك لله سبحانه عز وجل باش نعم مسجد القلب بتاعك أدير فيها سيدة رب انظر إلى نعمه اعرف الله بنعمه الحمد لله ربعي أول آية قرأها في الفاتحة الحمد لله فهو استغراق للحمد ألم على كل النعم التي أنعمها عليك كلها كلها الحمد لله احتقى الإمام الشعراء في تفسيرته الحمد لله في التالي منك تكلم بزاف واسمه قال قال الحمد لله على أنك هديتنا لأن نقول الحمد لله لأن الإنسان لا يستطيع شكر الله على النعم ولكن الحمد لله على أنك هديتنا ووفقتنا لكي نقول الحمد لله مع الله كنود لا يستحذر نعم الله ولا يريد أن يراها ولا يريد أن يذكرها ولا يريد أن يشكر الله عليها فلا يذكر إلى النقم والعياذ بالله ولذلك فهو يستثقل التواصل مع الله من خلال العبادات من خلال القلب من خلال اللسان بالذكر فهو كل شيء يقربه إلى الله ثقيل 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 فهو يبتعد عنه بعدني وإذا ذكر الله وحده وشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر يهرب يهرب وإذا ذكر الذين من دونه إذا مستبشرون وإذا تتلى علم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطول بالذين يتلون علم آياتنا حتى إلا شفوا واحد قرأ علم القرية يقولوا ما له هذا أسدي نبدللوزها بشقال لازم جيبوا لنا هذا علاج عندنا الموت أسدي إحنا عندنا العرس تقرأ للقرية جيبنا هذا الموت عندنا الموت عندنا الموت عندنا الموت أسدي أنا ما قلت شيء سمع أزيار مغادنا الموت هذا الشيء عنه ماشي بره ما شير يقول لكم بره ما يبغيش يسمعه ما يبغيش يسمعه إذا فهوه يصدرب بكنود ومن جهة الخير ما يحقق له مصلحته زيد واسمه زيد وذاته زيد وحزبه زيد وذريته زيد وحاشيته زيد وما لا إه هو زيد هو زيد زيد المصالح تكبر ويدير شباكات مع الكبار ومع أصحاب المال ومع أصحاب السياسة وفي الوسط وسبوجات انت من هنا يا مقطوع من هنا مشدود هنا مقطوع من هنا حتى لو كانت وغيت تقول لي ذاك يجي بدك لأن النارقل مشدود بحال شيء واحد شيء ذاك قوة أنا أجاودك لأن صدرب تعبدنا ليس بالإكراه والإجبار ولكن بالاختيار بعد أن خلقك مجبرا موحدا مجبرا أرادك أن تجعل الإجبار اختيار فالذين يختارون الله ومنهاج الله في الدنيا هم أحباب الله وإذا استطاعوا الانتصار على ضغطي وعلى بريقي هذا الذي يحبه القلب المطموس من أغراض الدنيا وبريقها من استطاع أن ينتصر على ذلك فهو ولي الله وهو حبيب الله وهو الذي به تنتصر الدعوات عتب بن أبي ربيع صفته فوض من بسلس قالوا يا محمد نجئتك من عند قومك يعرضون عليك أمورا فاسمع مني قال هاتي ما عندك يا أبا الوليد قال يقولون لك إن كنت تريد بهذا الذي جئت به هذا المنهجة العربي تريد به مالا جمعنا لك حتى صرت أكفرنا مالا فلوس مليار دير وإن كنت تريد بالذي جئت به ملكا ملكناك علينا ها الخير ها الخير ها الخير جايك أحطر عندك قالوا الججة بكمونها ها الخير جابوا السيد اللي بيقبل منك ها الخير ها هو وإن كنت تريد بالذي جئت به نساء اخترنا لك الشقراوات من بني الأصفر و بني الأحمر إذا لم تكفيك بنات قريش ونساء قريش وإن كنت تريد جاهن سودناك علينا فلا نقضي أمرا حتى نستشيرك وإن كنت ترى أن الذي فيك رئه من الجن طلبنا لك الطب فلا نتركك حتى نبرئك مما تعانيه من هذا الداء قال له انتهيت يا أبا الوليد هذا قلبه معمر بربي وجاءوا إن شاء الله يعرضون عليه ما يحبه الإنسان يحبه المال والنساء والجاه والملكة ويحبه الصح أتو الجمال طيب 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 هلاش الناس بغيها فرنسا أقول لك تماما من أنت مشي وخا أقول له غي دي ربوحك تحت وخا غي بلك وقت غي دي ربوحك تحت يلغاول ذيك 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 لابيلانس قال لك ودي ربوح غي تحت قال لك يا في دكتماما قال لك يدوي كل شي وما يسوكسوش قعل الفلوس تاكملوا ويقولوا شكون تاومني جيد يقولوا أنا حارك صافي يقول لك صافي حارك صافي قال له انتهيت يا أبا الوليد قال انتهيت قال له يا أبا الوليد أنا ما جئت بالذي جئت به أطلب منكم مالا ولا جاءا ولا ملكا ولا نساء وأنا صحيح الحمد لله ما فيها لمرض لا والو يقولوا ما سبب غيرت أنا أريد منكم كلمة واحدة خلوا قلبكم الواحد تقولونها تملكون بها شو تملكون مش يتملك تملكون بها العرب وتدينوا لكم العجب بهم فلوسهم بديارهم كل شي قحد شي اللي يعجبكم كل شي يولي لكم غادي كيصرف ليسته تحت قدمي عمر هاك لي هاك الكنوز هرقل كلها تسقط تحت قدمي عمر هاك هاك سقطت الامبراطورية بها بقصورها وكنوزها واذا بعمر عمر تحت قدمي هاك يوز حاكي ما يبغي شرع الله تبارك وتعالى ماك قالوا قول نقولوها كل ما نقولك مئة كلمة قالوا ماشي مئة كلمة ماشي مئة كلمة قالوا ما هي قولوا لا لا إله إلا الله نفي إله يسكن قلبك ولن يسكن قلبك إلا الله النفي ثم بعد ذلك لإثبات ها لا إله الله الحقيقة ندح من يفسرها غير من ناحية نتعى الكلام من ناحية نتعى البيان يقولوا لا إله نفي كل إله في الكون يعبد بحق إلا الله هو المعبود الحق في الكون وإحنا واسم نقول لها لا إله الله لا تبح لا تبح قلبك ليسكنه أي شي فأي شي يسكن قلبك يصبح إله ولا تترك قلبك يسكنه إلا الله هذه الحقيقة فكم من إسان يقولها بلسانه ويبيح قلبه للأشياء فيصير عبدا للأشياء التي تسكن قلبه شوف شوف بعد هذا هذا كي يسموه الإغراء الإغراء ومن بعد جاءوا يهدوا قالوا ما بغوش القلب يخلي غير الله حنا بغينا زعمان زحمه بالمال والكرسي والملك ويتخلى على هذا شي أرواح فجاءوا يزبدون إلى أبي طالب الذي كان يضمن له الحماية حتى لم يستطع أحد أن تمتد يده إلى النبي بسوء فقالوا له يا أبا طالب ألا ترى ما يفعل ابن أخيك إنه يغشان في نوادينا فيوسف فيوسف أحلامنا ويعيب آلهتنا فرق بين الرجل وولده وبين الزوج وابا طالب إما أن تمنعه وإما أن تتحمل مسؤولية آفار ما يفعله ابن أخيك من تشتيت قريش وإننا سنشن عليكم حربة وكل الدماء التي تسفك من أجل ابن أخيك الذي تحميه تتحمل وزر وأنت ومشا خلا تهديد تهديد من اللي مشا وسبق الم هاد القلب هذا راب كل شي تدقو لك عليها سي إلا ما ادوه شايت بالإغراء والمال والفلوس والنساء هذا عيال مخطط انت عليهود وانت عن النصارى باش ما يبقى حتى وحد يدفع على الإسلام الجهاد علاش لك الخيل كان غير جدي والعادي وكذا علاش صار يا هاكذك يا هاكذك والله ما يخليوكم والله ما يخليوكم والله ما يخليوكم لدى ربي قالها ولا يزالوا ونا يقاتلك حتى يردوكم بعد إيمانكم بعد إيمانكم كفار ما 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 قضعت اسمو يديرو يهدوك لو كان ما غاديش تدير غادي نخلي ناربا باك غادي نمشي نصف تك الفخالي غادي نرميك ولذلك يعني النصارة في حروب الاسترداد في الأندلس داروا محاكم تفتيش اللي صابهم مطهر يرميه فوح الآلة تذبحه وتقتل هكذا داروا المسلمين باش يتخلوا على دينهم وبغتوا أنتم ما يتخلوا عليكم يتخلوا عليكم وبسهلة يتنازلون لكم إن شاء الله تعالى فلما رأى النبي عمه كأنه يرجى أن يتخلى عنه قال لا نصافي ما عندي ما ندير بهذا الحماية فتوجه نحو الكعبة واستعبر وقال والله يا عم ورب رب رب فشلوا في الإغراء لأخلي القلب من الله ليسكن فيه الدنيا فأرادوا أن يدخلوا إلى القلب من باب التخويف كما قال صيد رب على فرعا وقال وجاءوا بسحر عظيم استرهبوهم ما من استرهبوهم أي أدخلوا الرهبة إلى قلوبهم ويخوفونك بالذين من دونهم يخوفوك بالأخوة قال له والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني شكو يقدر والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه وانا عمه عربين لما قال له يا عم يا ابن أخي افعل ما شئت والتي لن أسلمك أبدا إليه شاب للدواء